بدأ لعبو فريق مدينة بنغازي للرغبي تدريباتهم على ملعبهم الجديد في المدينة الليبية وذلك رغم توقف البطولات الرياضية في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا وذلك عاقب افتتاح المدينة للمعب الجديد رسميا قبل أسابيع هذا وتلقى لعبة الرغبي اهتماما غير مسبوق من الشباب في ليبيا مؤخرا يعول عليه مسؤولو اتحاد اللعبة في ليبيا لأجل رفع المستوى الفني والمهاري لللاعبين بهدف التنافس إقليميا وعالميا بحماس شديد دشن لعب فريق مدينة بنغازي لكرة الرغبي حصة تدريبات على ملعبهم الجديد وذلك رغم توقف البطولات الرياضية في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المدينة التي افتتحت الملعب الجديد رسميا قبل أسابيع تأمل في تعزيز جهود الارتقاء بمستوى اللعبة داخل البلاد عبر اتاحة الفرصة الأكبر عدد من الشباب للمشاركة طبعا الهدف امتاعنا لأساسي أننا أكثر عدد يشارك في منتخب ليبيا لكن طبعا زي ما تعرف أنها لعبة السبعة الحد الأقصى فيها كلاعبين 12 أو 13 لعب كقائمة فنحاول أن أغلبيتهم يكونوا شباب وهذا الجيل القادم إن شاء الله في اللعبة كذلك عشان يكسبوا خبرة هذا وتلقى اللعبة اهتماما غير مسبوق من الشباب في ليبيا مؤخرا خاصة في ضوء تأسيس أول منتخب وطني للعبة قبل عشر سنوات ثم انطلاق أول بطولة للدور قبل سنتين فقط ولكن الآن بعد الإنشاء هذا من هنا تبدأ الانطلاق الحقيقية لرفع المستوى المهارات الفنية للعبة الرقبي ومن خلالها إن شاء الله تبدأ مع ارتقاء المستوى سيكون من خلال الدوري محلي وحيكون من خلال المشاركة في البطولات العربية ثم الأفريقية إن شاء الله ثم الدولية بإذن الله لكن ولأجل تحقيق المشاركة الفعالة في البطولات المحلية والإقليمية يرى اتحاد ليبيا للرقبي في ضرورة الاهتمام بإنشاء بطولة للجامعات التحذير الحقيقي الآن المركزين فيه حشين رئيسيات وهو إنشاء أو إقامة أول بطولة للكليات في جامعة بنغازي ستكون بطولة خاصة بطلبة جامعة بنغازي وستكون الانطلاق الحقيقية من خلال طلبة الجامعة لأننا نلعب موجود في جامعة بنغازي ونحاول أن نستثمر الزخم الكبير للشباب الموجودين داخل الجامعة ونستقطنهم للانخراج في لعبة الرجل جهود دؤبة لأعضاء اتحاد اللعبة تحدها آمال وتطلعات عريضة في تمكين الشباب الليبي من تحقيق اللياقة والمهارة اللازمتين للخروج باللعبة من المحلية إلى نطاق أرحب من البطولات الإقليمية والتي قد تصل بهم يوما إلى أفاق المنافسة على مستوى العالم اشتركوا في القناة